لبيك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وإخوانه وحزبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إخواني أخواتي بارك الله لنا في هذه الأيام المباركة أيام الحج في هذه الأشهر الحرم والحجاج يستعدون للمغادرة لحج بيتي الله الحرام وزيارة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نريد أن نتكلم في منارات إيمانية للحج والعمرة سنتكلم إن شاء الله في ثلاثة الحلقات على هذه المنارات كنقول الترباوية معنى التربية الإيمانية معنى التزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث الصحيح من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه هذه ولادة هذه ولادة كيقول العلماء هذه ولادة شرعية يغفر الدنوب كيارجع بصفحات بيضاء ولكن بغنى واحد الولادة إيمانية ولادة روحية ولادة قلبية نضيفها لهذه الولادة المباركة اللي وردت في الحديث الشريف الصحيح هذه الولادة الإيمانية هذه الولادة الروحية القلبية موسم الحج والعمرة أعظم مناسبة لتحقيقها أعظم مناسبة باش نتحقوا منها وباش نتمكنوا منها باش نرجعوا بها بإذن الله تعالى نرجعوا بهمة أخرى نرجعوا بإرادة أخرى نرجعوا بواحد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بتوبة النصوح نرجعوا باش نكون عندنا عزيمة إننا نمشي في طريق الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي أغادي نقسم هذه الحلقات على ثلاثة غانتكلموا أول عهد على الأمر ذي الزيارة ثم بعد ذلك نتكلموا على عمرة التمتع وفي آخر الحلقات نتكلموا بإذن الله على الحج والمناسك دياله وكيفاش يكون الحج مناسبة للتزكية ولتجديد الإيمان ولتجديد علاقتنا وتقويتها بالله وتقوية محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالأمر ذي الزيارة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يقولوا الزيارة ماشي من المناسك ديال الحج ودى العمرة وهذا صحيح ولكن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الروح ديال الأمر كله هي اللب ديال الأمر كله شكون هو صاحب الفضل كله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال خذوا عني مناسككم وعلمنا المناسك من ألفها إلى يائها بتفاصيلها كانت من توجيه دياله عليه الصلاة والسلام وما أصبنا من خير من غير مناسك الحج لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا هو سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زيارة المدينة المنورة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان يسر الله للحاجة والحجة وتقدمتها الزيارة حسب البرنامج ديال الرحلة ديالهم فهذا يأنعم بها تكون مفتاح ديال الخير الكبير غير يستفتح بها الحاجة والحجة العمر ديالهم والحج ديالهم وغير يكون سبب ديال التوفيق بشرط حضور النية وحضور الخضوع والأدب في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني يجملوا بالحجة بالحاج والحاجة إذا كان متوجه وغير يقدم الزيارة ومتوجه للمدينة المنورة أن يكتر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول الطريق يكتر من الصلاة والسلام عليه ثم نكتر من الاستغفار نكتر من الاستغفار لأن الله صلى الله عليه وسلم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فإذن نستغفروا في هذا المقام بين يدي الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما نصل في حضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغفر الله ونكتر من الصلاة عليه نكتر من الصلاة عليه ومن اللي نكون في المقام الشريف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتر عليه من الصلاة بصغة المخاطب نقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم علي فإن الله يرد علي روحي حتى أرد عليه السلام حتى أرد عليه السلام هذا هذا خبر حق والسلام والصلاة لا تنقطع فإذن فهو في حياة دائمة عليه الصلاة والسلام فإذن هاو كان نستشعروا هذه الحياة دياله نستشعروا القرب دياله ونتأدبوا في حضراته من اللي نصل لمدينة المنوارة نمشيوا للفندق إذن ونستهرحوا نأخدوا قصد الراحة ثم بعد ذلك نغتسلوا ويطيب الحاج والحاجة ويلبسوا أجمل ما عندهم هذا من تعظيم الشعائر الله ويمشوا لزيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيارة بالنسبة للرجال هي مفتوحة في المواجهة الشريفة بالنسبة للنساء عند أوقات ومحددة بأوقات لكن الزيارة من اللي تمشي تحت القبة الخضراء وتعظم النية فالزيارة مفتوحة في كل وقت وكل ما عجلنا وعجلت إليك ربي لترضى كل ما عجلنا في هذا الأمر كل ما هذا يكون أفضل ونمشوا بشوق شوقك طبقك وعلى قدر شوقك تنال فإذا لمن نكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم عليه ونعظم نشهد أن لا إله إلا الله بين يديه كلنا حجة يوم القيامة نسلم على صاحبه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مع التعظيم ومع التوقير ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم بعد ما تكلمنا على تعظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب في حضراته والإكتار من صلاة عليه نتكلمنا على تعظيم أمر ذي المسجد النبوي الأمر ذي المسجد النبوي ستكون عندنا أيام قليلة في المدينة المنورة ولكنها مباركة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى المدينة بالبركة وقال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة فحتى هذه الأيام التي نقضيها تماما تكون أيام مباركة وطيبة والله عز وجل يبارك في الوقت بشرط أن نحافظ عليه فإذا تكون عمارة المسجد النبوي وخاصة حرصه ما أمكن ما أمكن أننا نكون في هذا المسجد الأصلي المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تعظيم هذا المسجد أنه مسجد أمين أسس على التقوى من أول يوم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من المسجد التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشد إليها الرحال وأن الصلاة فيه بألف صلاة من فضل الله وبركته فإذن هذه كلها أمور نستحضرها وإحنا نعمر المسجد نعمره بتلاوة القرآن نعمره بالمحافظة على الصلوات في وقتها وبالإكتار من النوافل فيه هذا كله من تعظيمي ومن بركة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تم المدينة منوار نعظم أمر المدينة احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الطيبة وسماها طابة وسماها المسكينة ودعا لأهلها ودعا للأنصار أهل المدينة الذين آووه قال الله مغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء المنصار فإذن يكون عندنا أدب كبير مع أهل المدينة وأهل المدينة هم سكانها سكانها وهم صوار ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تمام من أهل المدينة نتأدب معهم ونتواضع معهم ونعاملهم بالخدمة وبالتواضع وبالصبر وبالتحمل وهذا كل من الأدب في حضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد مسألة الأداب في المدينة أتجل مسألة المزارات ستكون برنامج المزارات وهذه المزارات تكون فرصة للتقرب أكثر من الله ولتوتيق الصلة بالله وبرسول الله عندنا من المزارات الأساسية ومسجد قبا هذا هو اللي انزلت فيه قال الله سبحانه وتعالى المسجد أسسة على التقوى من أول يوم ومسجد قبا ولكن هذا الفضل هذا الفضل من باب أول أو أحرى مشجد نباوي لما سئل الرسول صعص المعنى عن هذه الآية قال المقصود بهذا المسجد في الآية هو مسجدي هذا مع أن سبب النزول هو مسجد قبا الذي كان أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد أسس في الإسلام هذا ينبغي أن ندخل أن نذهب إليه بينية الاتباع الرسول صعص المعنى قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كانت له بأجر عمره فإذا نحن نمشيه لبينية الاتباع وندخلوا بأذاب ونطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالتقوى وأن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يجعلها من عمار بيوته ممن يعمرون بيوته وممن يشتاقون إلى المكسي في بيوته في أينما كانت بعد مسجد القبا سأجينا لزيارة شهداء أحد زيارة شهداء أحد هذه زيارة مباركة الناس لما كتمشي الأحد كتتكلم على مسألة الغزوة وكتتكلم على أحداث الغزوة وكيفاش كانت وهذا كله مهم وكله طيب وكله جيد ولكن الأفضل من هذا شي كامل والروح ذي هذه الزيارة دي الأحد وشهداء أحد هي زيارة شهداء سيدنا حمزة سيدنا بن مصعب بن عمي سيدنا أنس بن الندر وغيرهم كثير من شهداء هذه هم اللي يخصمين ينالوا الهتمام من الزيارة دينا نمشي ونسلموا على سيدنا حمزة وسائر شهداء ونعرفوا لهم الفضل دي لهم ونهديوا لهم ما شاء الله من دعاء من استغفار من هدايا من القرآن الكريم نسلموا عليهم والله سبحانه وتعالى الشهداء أخبرنا أنهم أحياء في قبورهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى ثم أحود هذا الجبل اللي قال عليه نبي صلى الله عليه وسلم أحود الجبل من يحبنا ونحبه ونبي صلى الله عليه وسلم إنما صعد وحدا ومعها الصحابة الجبل يعني ارتج بنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دياله والخلفاء وقال أتبت أحود فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان فأحود كيقوله العلماء من أهل الدوق أنه الصحابي اللي هو مزال على قيد الحياة إلى يومنا هذا فإذن عندنا هذه مسألة هذه الشهداء مهمة جدا وشهداء أحود نعضمه فيها النياء نعضمه فيها هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشهداء اللي عليهم اللي علينا واحد الفضل الكبير ثم بعد هذه الزيارة ديالوحود عندنا مسألة ديالزيارة الباقيع هذه جنة الباقيع مقبرة المدينة المنوارة هذه جنة جنة معنى الكلمة تضم أرواح طاهرة ديالأهل بيت رسول الله أمهات المؤمنين دريات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان ثم أهلاف ديال الصحابة الكرام بدفونين في الباقيع هذه نكون فيها متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجوا إلى الباقيع في جوف الليل ويستغفروا لأهل الباقيع فنكونوا متبعين ونمشيوا بالنسبة للرجال الزيارة متاحة في أوقات محددة نتحرأوها ونحرصوا عليها بالنسبة للنساء غير متاحة الدخول إلى الباقيع ولكن السلام من بعيد والهدية من بعيد والتعظيم ديالهذاك المقام وحقيقة لما يسمع الإنسان كتقرأ في الصلاة إياك نعبوده وإياك نستعينه دينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كتحضر قدامك أنها هو رسول الله صلى الله وسلم وحوله خلفاء والصحابة وهذه الأرواح الطاهرة في هذا المقام العظيم ومعظم ثم عندنا هذه المسألة دي الرودة الشريفة لما ندخلوا للرودة الشريفة واللي أفضل بقاع قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري رودة من رياض الجنة الله سبحانه وتعالى أكرم العباد بقطعة من الجنة جعل لهم في الأرض هذا الرودة فيها واحد الأماكن مباركة نتحرأوها ونبحثوا عليها ده بل الآن أصبحت الأمور شوية ما بخاش مفتوحة ولا مقيدة ولكن نتحرأ ما أمكاننا تم الأسطوانات تم المحرف الشريف تم المنبر الشريف تم فصل المسجد كي إن هذاك مكان أهل الصفة كي إن المئدانة تسيدنا بلال هذي كلها أمور يعني نتحرأوا فيها وتكون فينا عندنا فيها اعتبار ويكون عندنا فيها الذكار ومن بعد يجينا للخروج وتوديع المدينة من بعد ذلك الأيام لك تمر بسرعة هي فيها باركة ولكنها تمر بسرعة بكثرة ما يكون من شوق ومن نورانية في المدينة المنورة فأن يكون آخر العهد في المدينة هي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ونسلم عليه وندعوه ندعوه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وبالسلام عليه ونسأل الله في ذلك المقام أن لا يكون آخر العهد تكون هذه الزيارة آخر العهد وأن يبارك الله لنا في العمر وأن يرزقنا العودة مرات ومرات نسلم الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج الزيارة دي لهم وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله قد نتكلم على ما يتعلق بالمسألة دي العمرة عمرة التمتع التي تلي الزيارة إن قدم الحاجة الزيارة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لبيك يا الله 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 لبيك يا الله